الجهود الدبلوماسية تتكثف وتتسارع فغزة تطوي اليوم شهرها الرابع من الحرب وفي الأفق تلوح هدنة طويلة ستستمر وفق المصادر أربعين يوما على الأقل فيما يبحث الوسطاء الأمريكيون والقطريون والمصريون الصيغة النهائية للهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة الوسطاء وصفوا رد حماس بالإيجابي والمرن على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في القطاع والذي سيتضمن أيضا إطلاق سراح رهائن دون الكشف عن تفاصيل إضافية وطرحت الخطة المقترحة خلال اجتماع جمع رئيسي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في باريس مع مسؤولين مصريين وقطريين قبل أكثر من أسبوع خلال الهدنة المقترحة ستطلق حماس سراح المدنيين من الأسرى لديها ثم في مرحلة لاحقة سيتم تسليم الجنود والجثث مقابل إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية تفاؤل أمريكي عبر عنه وزير الخارجية أنتوني بلينكين الذي قال إن التوصل لاتفاق ممكن وضروري مؤكدا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيصر على أن إسرائيل لن تنهي حربها على غزة حتى يتم القضاء على حماس في المقابل تقول حماس إنها لن تغير موقفها المتمثل في عدم إمكان تحرير الأسرى إلا إذا انتهت الحرب وانسحبت القوات الإسرائيلية من غزة الأمر الذي قد يعيق خروج الصفقة المرتقبة إلى النور اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر